موسيقى أعزائنا الدارسين في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية كليات التعليم المفتوح مرحبا بكم في الحلقة الرابعة من مكرر مذاهب وفرق وحلقتنا لهذا اليوم بإذن الله جل وعلا ستكون على الخوارج والمعتزلة موسيقى يتوقع منك عزيزي الدارس بعد مشاهدة هذه الحلقة أن تحقق الأهداف التالية أولا تعرف الخوارج ثانيا تبين نشأتهم وتسمياتهم ثالثا تذكر المبادئ العامة للخوارج رابعا تعدد فرق الخوارج ومبادئ جماعة فرق التكفير والهجرة المعاصرة خامسا توضح نشأة المعتزلة وتسمياتهم سادسا تذكر أصول المعتزلة وأهم أعلامهم سابعا تبين مراحل الاعتزال وواقعه اليوم والآن نبدأ معكم عزائنا الدارسين مع الفكرة الأولى وهي تعريف الخوارج موسيقى يعرف الخوارج في اللغة بأنها جمع خارج والخارج من كل شيء ظاهر والخارج من فارك جنسه ونظائر ويقال فرس خارجي لا عرق له في الجودة وتعرف الخوارج في الاصطلاح بأنها كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماع عليه كمن خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه وخالفوه في الرأي أو على التابعين بإحسان في كل زمان وهذه الفرقة منهم الغالي ومنهم غير ذلك وقبل خروجها على الإمام كان يطلق عليها القراء قال ابن تيمية والخوارج هم أول من كفر المسلمين حيث يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحل ندمه وماله عزيز الدارس كان ذلك عن تعريف الخوارج والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية وهي بعنوان نشأة الخوارج وتسمياتهم يذكر العلماء أن الخوارج أول فرقة ظهرت في الأمة الإسلامية وفارقت جماعة لمسلمين في عهد علي رضي الله عنه وكان ذلك عندما اشتد القتال بين جيش علي وبين جيش معاوية في الصفين بسبب خلاف اجتهادي بينهما فبعد مقتل عثمان رضي الله عنه واختيار علي خليفة طلب معاوية قبل مبايعته له الاكتصاص من قتلة عثمان في جيش علي وهو الخليفة كان يرى أن الحفاظ على وحدة الأمة في تثبيت الخلافة مقدم على البحث عن القتلة وأصر كل على اجتهاده واستمرت الحرب وكاد جيش معاوية رضي الله عنه أن ينهزم فأسعفت فكرة التحكيم فرفع جيشه المصاحف ليحتكموا إلى القرآن ولكن جيش علي أصر على الكتال حتى يفصل الله بينهما إلا أن خارجة من جيشه طلبت قبول التحكيم فقبله مضطرا لا مختارا فكان الرأي السديد للحكمين رضي الله عنهما على رد أمر النزاع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وجعله في النفر الباقين الذين توفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وذلك ليقرروا رأيهم وليس المراد هنا الخلاف حول الخلافة كما فهم بعض الزلادكة ثم المستشرقين وغيرهم ومن غريب الأمر أن هذه الخارجة التي قبلت التحكيم جاءت بعد ذلك واعتبرت التحكيم جريمة فكفروا عليا ومعاوية وكفروا الحكمين وصار شعارهم لا حكم إلا لله وهي كلمة حق أريد بها باطل واتجهوا يقاتلون علي بعد أن كانوا يجادلونه ويقطعون عليه القول ومنهم بعد ذلك من قتل الخليفة علي رضي الله عنه وأرضاه وبذلك تميز الخوارج عن غيرهم بأنهم أول فرقة سياسية تكونت في تاريخ الإسلام كما تميزوا أيضا بالشجاعة والصدق والتعبد ولكن على ضلالة وجهل أما تسميات الخوارج فقد أطلقت عليهم أسماء شتى منها المحكمة وذلك لتردادهم كلمة لا حكم إلا لله وسموا كذلك بالشراء لأنهم زعموا أنهم شروا أنفسهم لله عز وجل أي باعوها وسموا كذلك بالحرورية بأنهم خرجوا على الخليفة الراشد علي رضي الله عنه وانحازوا إلى قرية حروراء بجوار الكوفة وسموا كذلك بالنواصب لمبالغتهم في نصب العداء لعلي رضي الله عنه وسموا كذلك بالمارقة وهم الذين يمركون من الدين مروق السهم من الرمية كما ورد في الحديث والخوارج يرضون بهذه الألقاب ما عدا الأخيرة وهي لفظ المارقة فهو اللقب الوحيد الذي يرفضونه لأن معناه مروقهم من الدين عزيز الدارس كانت تلك فكرة موجزة عن الخوارج وتسمياتهم والآن ننتقل إلى الفكرة الآتية وهي بعنوان المبادئ العامة للخوارج يذكر العلماء أن الخوارج لم تكن لهم مبادئ محددة تلتقي حولها كل الفرق ولكن يشر إلى تلك المبادئ بإجمال رغب اختلاف في الرؤى حولها ومنها رأيهم في الإمامة قالوا أن لا حكم إلا لله ولكنهم في غالبهم يرونه أن لا إمرة إلا لله ولا بد للناس من أمير يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع بها الكافر ويرون كذلك أن الخليفة أن لا يكون إلا بانتخاب حر صحيح قائما على مبدأ الشورى يقوم به عامة المسلمين فإن حاد وجب عزله أو قتله كما يرون ويرى بعض فرقهم كالنجدات أن لا حاجة إلى إمام إذا أمكن الناس أن يتناصفوا فيما بينهم فإذا عجزوا عن التناصف جاز تنصيب الإمام وأجمعوا كذلك على تكفير مرتكب الكبيرة ويحكمون بخلوده في النار مستدلين بظاهر قوله تعالى بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وغد ذلك من المبادئ عزيز الدارس كانت تلك فكرة عن أهم مبادئ القوارج والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية وهي بعنوان فرق الخوارج وظاهرة الخروج المعاصرة كانت الببادئ التي ذكرت آنفا تجمع الخوارج في الجملة ولكنهم تفرقوا بعد ذلك فرق متباينة تارة ومتقاربة تارة أخرى وذلك بسبب الاختلاف فيما بينهم فأوصلها بعضهم إلى عشرين فرقة أشهرها المحكمة وهم الذين قالوا لعلي رضي الله عنه عندما قبل التحكيم لا حكم إلا لله وبالغوا في عداء الخليفة حتى كفروا وانعزلوا عنه إلى حرراء وارسأ إليهم ابن عباس ليحاورهم ويقيم عليهم الحجة فرجع بعضهم وأصر آخرون على انحرافهم ومن عقيدة هؤلاء أنهم يكفرون كل من صوب التحكيم من فرقهم كذلك فرقة الأزارقة وهم أتباع نافع ابن الأزرق من بني حنيفة وكانوا أقوى الخوار الشكيمة وأكثرهم عددا وأعزهم نفرا ومن مبادئهم أنهم يرون مخالفيهم مشركين مخلدين في النار كذلك يرون أن دار مخالفهم كذلك الأطفال دار حرب مستباحة أيضا لا يكرون حد الرجم لأنه ليس في القرآن إلا حد الجلد كما يزعمون من فرقهم كذلك فرقة النجدات وهم أصحاب نجدة الحنفي وكان من مبادئه أنه لا يرى وجوب نصب إمام ويكفر كذلك المصر على الصغيرة دون فعل الكبار ويستحل دماء أهل العهد والذمة وأموالهم وغير ذلك من فرق الخوارج كذلك فرقة الصفرية وهم أتباع زياد بن الأصفر وعرف من أقواله أنه أكل تطرفا من الأزارقة وكانوا يخالفونه في مرتكب الكبيرة حيث أنهم لا يتفقون على إشراكه بل إن بعضهم يرون أن مرتكب الذم لا يعد كافرا حتى يحده الإمام كما أن الكفر في نظرهم كفرين إنكاروا الربوبية وإنكاروا النعمة وكذلك من فرقهم فرقة العجاردة وهم أتباع عبد الله بن عجرد أحد أتباع عطية بن الأسود الحنفي وقد ذهب بطائفة من النجدات إلى شسيستان وقد افترك العجاردة إلى فرق كثير منها ما يتعلق بأطفال المخالفين ومنها ما يتعلق بوسألة القدر ويمكن القول أن فرق الخوارج تختلف بدعها في الشدة باختلاف فرقهم فأقربوا فرق الخوارج إلى أهل السنة الإباضية وأبعدهم من أهل السنة الأزارقة عزيز الدارس أما ظاهرة الخروج في هذا العصر فقد ظهرت جماعات تبنت منهج الخوارج وأسلوبهم واعتنقت بعض أفكارهم ومن أشهرها جماعة المؤمنين التي ظهرت في الستينيات من هذا القرن أو ما سميت بعد ذلك من قبل جهزة الإعلام الرسمية بجماعة التكفير والهجرة ومن أسباب ظهور هذه الجماعة الجهل بالعلوم الشرعية كذلك القراءة من الكتب بلا معلم أيضا تخلي كثير من العلماء عن القيام بواجبهم الدعوي والتعليمي ومن أسباب ظهورها كذلك انتشار الفساد وتكاعس الولاة والعلماء عن الأمر والنهي ومن أسباب كذلك التي أدت إلى ظهور هذه الجماعة التأويلات الخاطئة لبعض آراء العلماء والمفكرين المعاصرين كذلك أيضا شيوع الظلم والطغيان والتحاكم للكوادين الوضعية أما أهم مظاهر غلوهم فيتمثل في بايرين زعمهم أنهم جماعة للمسلمين جماعة آخر الزمان المنقذة للأمة كذلك من مظاهر غلوهم التشدد في الدين على النفس والتعالي والغرور كذلك أيضا الشدة والعم على الآخرين في تعابلهم واستخدام ذلك في غير محله كأن الأصل ذلك السلوك وكان من أسباب غلوهم المحن والسجون والتعذيب الذي مورس عليهم فقابلوا العنف بالعنف كذلك من مظاهر غلوهم التكفير وكانت تلك قمة الغلو وذروته فكانوا بحكمهم لا يفرقون بين كبائر الذنوب وصغائرها ولا بين أنواع الكفر ومعانيه ويجهلون شروط التكفير الثلاثة التي هي العلم والعمل والقدرة والاختيار كذلك جهلهم بموانع تكفير المعين وهي الخطأ والجهل والعجز والإكرار فبذلك أساء للدين وخسروا الدنيا والآخرة وهدى الله الكثير منهم ممن عرف الحقيقة وصبر وصابر واحتسب عزيز الدارس كانت تلك فكرة عن فرق الخوارج وظاهرة الخروج في هذا العصر والآن ننتقل إلى الفقرة التالية وهي بعنوان نشأة المعتزلة وتسمياتهم عزيز الدارس نشأت فرقة المعتزلة في العصر الأموي على يد مؤسسها واصل بن عطاء وعبر بن عبيد الذين اعتزل الإمام الحسن البصري من حلقة مسجده في البصرة وقد كانت أول بدعة للمعتزلة في الإيمان مسألة مرتكب الكبيرة وملخصها أن أحد الناس دخل على الحسن فقال يا إمام لك ظهر في زماننا جماعة يكفرنا أصحاب الكبائر فكيف تحكم لنا في ذلك؟ فتفكر الحسن في المسألة وقبل أن يجيب بادر وتجرأ واصل بن عطاء في الإجابة فقال أنا لا أقول إن صاحب الكبير مؤمن مطلق ولا كافر مطلق بل هو في منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر ثم قام واعتزل حلقة شيخه وقال الحسن اعتزلنا واصل فسمي وأصحابه معتزلة أما تسمياتهم فسموا بأسماء كثيرة منها معتزلة وذلك لاعتزالهم حلقة الإبام الحسن البصري وسموا كذلك عدلية لقولهم بعدل الله وحكمته ووحدانيته من مفهومهم الفكرهم وسموا كذلك بالمعطلة لقولهم بنفي صفات المعاني فيقولون الله عالم بذاته قادر بذاته فهي في رضرهم صفات سلبية لا تكتضي للذات شيئا زائدا عليها عزيز الدارس كان ذلك عن نشأة المعتزلة والآن ننتقل إلى الفقرة التالية وهي بعنوان أصول المعتزلة وأهم أعلامهم ذكر العلماء أن للمعتزلة عقائد كثيرة وأهمها الأصول الخمسة التي تتفق عليها فرقهم وإن اختلفت في التفاصيل أحيانا وهي الأول التوحيد والمراد به عندهم نفي الصفات عن الله تعالى ويقولون علي بذاته بصير بذاته أو علي بلا علم سبيع بلا سمع وهكذا وشبهتهم أننا إذا أثبتنا لله الصفات فقد قلنا بوجود آلهة كثرة لأن الصفات غير الذات الثاني من الأصول الخمسة العدل والمراد به عندهم أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر ولا يريده ولم يقدر المعاصي على العباد ولكنهم يخلقون أفعالهم وأصل شبهتهم عدم تفريقهم بين نوعي الإرادة الإرادة الكونية والتي هي بمعنى المشيئة فلا يكون في كونه سبحانه إلا ما يشاء كذلك الإرادة الشرعية وهي بمعنى المحبة فكلما أمر الله به وشرعه فإنه يجب فعله وكلما نهى عنه يجب اجتنابه الثالث الوعد والوعيد والمراد به عندهم أنه يجب على الله أن يعذب العصاه ولا يعفو عنهم ولا يخرجهم من النار أبدا كذلك من أصولهم المنزل بين المنزلتين وهي الاعتقاد بأن مرتكب الكبيرة كالزاني وشارب الخمر لا يسمى مؤمن ولا يسمى كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين الخامس من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقصود به وجوب الدعوة إلى ما يعتقدونه من التوحيد والعدل وغيرها ووجوب الخروج على إمة المسلمين المخالفين لمذهبهم أو لمن كان معهم وجار وفسك أهم أعلام المعتزلة ومفكرهم كثيرون ونشر إلى ثلاثة منهم أولا واصل ابن عطاء المعتزل وهو أبو حذيفة ويعد رأس المعتزلة سمي وأصحابه معتزلة لاعتزاله حلقة الحسن البصري ويعتبر من أئمة البلغاء والمتكلمين خلفوا مؤلفات منها أصناف المرجئة من أعلامهم كذلك عمر بن بحر الكناني أبو عثمان الشهير بالجاحظ كان تلميذا للنظام وامتدال لمنهجه وفلسفته كبير أئمة الأدب ومؤسس الفرقة الجاحظية كان من عشاق الكتب وقراءتها ولهم صنفات كثيرة منها الحيوان وكتاب البيان والتبيين وفضيلة المعتزلة وغيرها من الكتب كذلك من أعلامهم القاضي عبدالجبار الهمداني أبو الحسين وهو قاضي أصولي من متأخري المعتزلة ولي القضاء في الريء وأعمالها ويعد من أعظم الشيوخ المعتزلة في عصره حيث أرخ للمعتزلة وبيّن مبادئهم وأصولهم العاقدية من أشر كتبه المغني في أبواب التوحيد والعدل وهو في إحدى عشر جزءا وغيرهم الكتب عزيز الدارس كانت تلك أصول المعتزلة وأهم أعلامهم والآن ننتقل إلى الفكرة الآخرة من فكرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها مراحل المدرسة الاعتزالية وواقعها اليوم مرت المعتزلة بمراحل تاريخية متعددة نوجزها بالآتي الأولى بروز المعتزلة كأفكار قبل بروز مؤسسها حيث كانت تلك الأفكار كأساس للفكر المعتزلي كمقولات إن الإنسان حر مختار بشكل مطلق أو مقولة خلق القرآن أو القول بنفي الصفات المرحلة الثانية مرحلة بروز المعتزلة كفرقة فكرية على يد واصل بن عطاء أما المرحلة الثالثة مرحلة تغليبهم اعتماد العقل في فهم العقائد ومرحلة الرابعة مرحلة بروزهم في العهد العباسي بدعم وتأييد وحماية ونشر لمبادئهم خاصة في عهد المأمون الذي اعتلق الاعتزال أما المرحلة الخامسة فهي مرحلة التحول من الفكر الاعتزالي إلى منهج أهل السنة والجماعة في عهد المتوكل حيث أكرم الإمام أحمد وأنهى عهد سيطرة المعتزلة الحكم أما المرحلة السادسة مرحلة توطيق العلاقة بين الشيعة والمعتزلة في عهد دولة بن بويه في فارس عام 334 هجرية فارتفع شأن الاعتزال وقويت شوكته وهكذا مرت المعتزلة بمراحل تراوحت بين قوة وضعف حسب واقف الولاة والعلماء منها أما واقع المعتزلة المعاصر فبالرغم ما وجهه الفكر الاعتزالي ما بين مد وجزر فقد لمع بريقه في العصر الحاضر على يد بعض المفكرين الذين يمثلوا المدرسة العقلية الحديثة التي كان يمثلها الشيخ جبال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده ورشيد رضا ونحوهم ومن الصعب أن نطلق عليهم المعتزلة لأن الأصول الخمسة لم تجتبع فيهم ولكنهم يتفقون إلى حد كبير مع المعتزلة في إعطاء العقل مساحة واسعة أهلتهم ليسيروا على النهج الاعتزالي في هذا الجانب العقلي حيث ظهرت بصباتهم العقلية في منهجهم التوفيقي بين الدين والعلم كي يثبتوا أن ديننا هو دين العقل والحرية والفكر وبذلوا جهودا في تفسير القرآن على النهج التوفيقي العقلي حتى سميت نهضتهم العقلية الفكرية بالنهضة الإصلاحية التي لم تخلو من شطحاتها العقلية في تفسير النصي وفهمه ولكنها لا تخلو من خير كثير في هذا العصر في مقاومة الغزو الفكري والظلم والاستبداد وأفادت بجهودها الفكرية والعلمية الحركات الإسلامية والدعوية في هذا العصر عزيز الدارس كانت تلك الفقرة الآخرة من فكرات هذه الحلقة وقبل الختام نذكر ما ورد فيها من نقاط فقد عرفنا الخوارج وبينا نشأتهم وتسمياتهم وكذا عرضنا المبادئ العامة للخوارج وفرقهم ومظاهر الخروج في هذا العصر كما بينا نشأة المعتزلة وتسمياتهم وأصول وأهم أعلامهم وأيضا بينا مراحل الاعتزال وواقعها اليوم وبهذا عزيزنا الدارسين نصل إلى ختام هذه الحلقة على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة وهي بعنوان القدرية عليكم التحضير لها إلى ذلك اليوم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة